نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوغراف أن أصلت من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء وتضمن الموافقة على إلغاء قرار حضر الحركة الجزئي اعتبارا من يوم الغد والموافقة على مشروع قرار بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكومة عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 23 من يوليو وعيد الأطحى المباركة وكذلك الموافقة على مشروع قرار برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإرادات كما تمت الموافقة أيضا على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد لشراء 40 مليون كمامة قماش واقية مستدامة وأشار الإنفوغراف إلى الاجتماعات التي عقدها مجلس الوزراء خلال الأسبوع منها الاجتماع الإسبوعي واكتماعين لمتابعة المشروعات في محافظة الجيزة ومدينة شرم الشيخ